أهلا بكم الجديد مشاهدين أينما كنتم ذعى صيته في مطلع العام 2010 بعدما كشف عن ما يزيد عن 500 حالة رق وعبودية في المناطق الشمالية الغربية لليمن وهو الأمر الذي تحول بعد ذلك إلى قضية رأي عام وفي العام 2014 كشف عن حالات رق جديدة في محافظة المحويت عمل في عدة صحف كالثورة والمصدر وحديث المدينة للعشرات المقالات والتحقيقات الاستقصائية وعشرة الأفلام الوثائقية ونسعد اليوم بتواجده معنا الصحفي وصانع الأفلام الوثائقية الزميل عمر العوقي أهلا ومرحبا بك مرحبا أهلا وسهلا أنا سعيد بتواجدي معكم الصفاة والسونية أحنا كمان أكيد سعدا بوجودك طبعا خلينا نبدأ من ربما أبرز شيء كان هو التحقيق الاستقصائي الخاص بحالات الرق والعبودية اللي في اليمن لو تطلعنا على تفاصيل أكثر حول هذا الموضوع اكتشافي لهذا الموضوع كان في مايو 2010 كان بالصدفة كنت حينها موفدا لصحفة المصدر ذهبتي إلى مديرية كعيدنا في محافظة حجة واكتشفت ذلك بالمصادفة ولم أكن أتوقع بأنني بعد التقايب بأول إثنين العبيد بأنني سألقى سلسلة من العبيد الجواري في اليمن تمام طيب سنينا أكيد ممكن تعرفنا عن بدايتك في صناعة الأفلام وتعرفنا عن نفسك أكثر ومحطتك هي تجربة صناعة الفلام الوثائي كانت معي من شباب أنا التحكت بالعمل الصحفي في 2005 ثم انتقلت من عمل الصحفي لعمل التلفزيوني في 2011 بعد انطلاقة قناة يمن شباب ثم بدأت في هذه القناة ومنها انتاج الأفلام الوثائيقية لجمهور قناة يمن شباب إلى أن وصلنا إلى إنشاء وحدة متخصصة في صناعة في انتاج البرامج والأفلام الوثائيقية تمام أنت الآن رئيس لهذه الوحدة الوثائيقية في قناة يمن شباب يعني ما رأيك بأن تكون يمن شباب عاملة ومنتجة لهذا النوع من الأفلام وأيضا يعني ترفض الفضاء الإعلامي اليمني تلفزيوني بهكذا أفلام يعني ما رأيكم بهذه الخطوة هو تحدي كبير لشخصيا ومغامرة كبيرة خاضتها القناة بأنها تكون بإنتاج الأفلام الوثائيقية الأفلام الوثائيقية هي تجربة جديدة حديثة على التلفزيون العالمي فيما بلك بالتلفزيون العربي أو التلفزيون المحلي في اليمن فخوضنا لهذا التجربة كانت مثابة مغامرة لكن أنا يعني أولي الله الحمد صدعنا منذ نشأة الوحدة وحدة البرامج للأفلام الوثائيقة إلى أننا نحقق خضوات كبيرة ونكفيز قفزات أفضل صدعنا في فترة وجيزة إنتاج برامج كثيرة مثلا في العام الماضي 2021 كان لدينا في رصيد الوحدة حوالي 11 فيلم وثائيقي تم عرضها لجمهور قناة يمنشباب خلال عام 2021 كذلك كان معنا في 2020 حوالي 7 فيلم وثائيقية في 2022 هذا العام معنا عدد كمان أكبر ونحن الآن نازلنا في منتصف العام عمر أنت عملت في صحف كثيرة ومنها صحيفة الثورة وحديث المدينة وكنت رئيس قسم التحقيقات الاستقصائية وبعدين انتقلت إلى العمل التلفزيوني فجأة فحدثنا كيف كانت هذه الانتقالة أنا بداية عمل الصحفي عملته محررا في صحيفة الناس ثم في صحيفة الثورة وانتهجت من صحيفة الثورة الحكومية العمل في التحقيقات إلى أن انتقلت إلى التحقيقات الاستقصائية بالتحقيق بصحيفة المصدر ثم مع نشوء قناتي من شباب تم العرض عليه بأننا أنتقل للقنة لإنتاج أفلام وثائقية وتحقيقات استقصائية هذا هو كان سبب انتقالي للعمل التلفزيوني كانت خضوة صعبة كانت تحدي كبير لشخصي أننا أنتقل من العمل البسيط في الصحافة إلى العمل المعقد جدا في التلفزيون وفي الشاشة نعم طيب زي ما قلت أنه حتى جديد على التلفزيون اليمني صناعة الوثائقيات وفيه أكيد صعوبة كبيرة وهذا الجارب لا يحضر بالاهتمام الكافي خصوصا من الإنتاج أو حتى من التدريب ممكن أبرز الصعوبات التي تواجهها أنت كمخرج لفلام وثائقية الصعوبات التي واجهنا يواجهها كل من يشتغل في هذه المهنة هي صعوبات كبيرة صعوبات لا حد لها أنت أصفا كنت في من الأيام لدينا في وحدة الوثائقيات كانت من أرواع تجارب العمل اشتغلت معنا في 2021 طوال العام وخبرتي جيدا ما الذي يواجهه صناعة الأفلام نحن في بلد تنعدم فيها المعلومات تنعدم فيها في تفاصيل ما حدث وإذا كان هناك ثمة الرواية فهي الرواية الشخصية لمن يكتبها أو لمن يرويها الرواية من طرف واحد متحيز النفسة أو للكيان أو الأطور السياسية التي يتبعها لكننا استطاعنا أن نلملم ونجمع تلك الحجيات ونعرفها لمشاهدين مثلا في فيلم بصاد الريح كنا أمام رواية لا يعرف بها أحد رواية تهجير اليهود ولا أحد يعرف بتفاصيلها بالأصح يعني كان هناك تعبير الأدق لكننا استطاعنا في بصاد الريح أن نقدم أدق التفاصيل والمعلومات لهذه العملية كذلك في فيلم اليهود والإمام كذلك في فيلم صانع المؤسسة الجمهورية فيلم السلال في فيلم الغام الماضي شبوة شوكة الميزان شبوة يعني أفلام كثيرة لا حد لها اشتغلناها وكنا نحاول فيها أن نقدم المعلومة الأدق في العام الحالي الذي ننتقلنا من الفيلم الوثائقي وأصبحنا نقدم الآن الذين في هذا العام تحيين استقصائيين أعتقد منهم سيمثلان ضربة أو ضجة كبيرة وسيكون لهم أثر كبير في الشارع اليمني سيكون لهم صدا واسع كذلك لدينا برنامج وثائقي سيعرض من ابتداء من أوصص إن شاء الله بشكل منتظم وهذه كفزات بتقدمها وحدة البرامج كل هذا يعني تحت إدارة رئيس القناة ومدير البرامج والذي لهم الفضل الأول والأخير يعني بعض الله عز وجل في تحقيق وإنتاج هذا البرامج يعني كثير من القناة تعزف وتتجاهل يعني إنتاج برنامج وثائقي أو فيلم وثائقي هو يعني ليست هناك ثقافة لدينا في اليمن لكن لكن بالأمانة يعني الحوثي استطاع أن يقدم أو أن لديه الآن قناتين وثائقيتين يقوم بعرض عليهم استسلة أفلام وثائقية عبر هاتين القناتين في حين نحن الوحيدين يعني نكون كان هناك الإعلام المحسب على الشرعية هي وحدها يمن شباب من تقاتل في هذا الغمار وتقاتل وتحاول أن تقدم للجمهور المعلومة الحقيقية عبر ما تنتجون من أفلام وثائقية نعم عمر ذكرت أفلام عديدة لك صناعتها في يمن شباب ما هو أبرز فيلم قريب لقلبك من أعمالك طبعاً؟ بالله مثل هذا سؤالك كان أنتي تسأليني من أقرب أولادي إلي يعني من الصعب جداً أنا كل فيلم أشتغله أقول بأنه أفضل أفلامي يعني آخر فيلم أشتغلته أقول بأنه وصلت إلى الدرجة أن هذا هو أفضل أفلامي لكن مجرد ما أدخل في الفيلم الجديد يطلع أفضل يعني أجاهل الأولين تماماً يعني فلا أعرف الأخر فيلم اللي هو كان إيه؟ كان آخر فيلم هو بصادر ريح يعني الآن أنا أشتغل نحن نشتغل على تحيقين استقصائيين وعلى فيلم الثالث الفيلم الثالث أنا ممكن أتكلم عنه في حين الاثنين يعني سلامة الطاقم نخفي تفاصيل الأفلام التحيقين استقصائيين نجل سلامة من يشتغلون معنا في الميدان وتحديداً في صناعة العاصمة نحن استضعنا أن ندخل صناعة العاصمة عبر هذين التحيقين استقصائيين الذين سيتم عرضهما إن شاء الله على القناة في قادم الأيام وثالث؟ الفيلم الثالث نحن سنقدمه في أغسطس وعن أحداث أغسطس الصراع الذي كان بين رفاق الثورة يعني رفاق ما بعد فك الحصار عن السبعين نحن شاهدنا فيلم حصار الجمهوري عندما تحدثنا عن تلك الحقبة ولدينا الآن الفيلم القادم حدث أغسطس وبعده سيكون لدينا المصالحة بين الجمهورين والملكيين وعودة الإمامة عبر اتفاقية جدة في 1970 هؤلاء الفيلمين سيكون لهم أثر وصدن واسع لا يقول عن الأثر وصدن الذي حققه أتوقع فيلم حصار الجمهوري الذي هو حصار السبعين تراثنا الملغوم أيضا كان من أبرز الأعمال ولاقك كثير من الاهتمام وكثير من ردود الفعل كيف لمست هذه الردود؟ أنا بصراحة كنت أتوقع بأن هذا الفيلم سيفشل شخصيا قبل عرض الفيلم كانت عندي نوبات القلق لا حد لها كنت قلق جدا كنت أتوقع بأن الفيلم سيقضي علي مع أنه أتطرق لموضوع كثير من الناس مش منتبهين له كنت أخشى من الجمهور فعلا لأننا أتكلم عن حاجة الجمهور بيعتبرها من المسلمات ولانا أتي وقل له لا كل الذي تمارسه في عدادك وتقاليدك وتقوصك وعراسك وأفراحك وتعازي ومعازيك كل هذا غلط كل هذا لا علاقة لنا بأنه نحن كيمنين بشخصيا كنت أتوقع بأن هذا الفيلم سيفشل فجأة فعلا تعبية أيه يعني هو هو على مستوى اليوتيوب الفيلم الأكثر مشاهدة بالنسبة لنا نحن داخل بالنسبة للفيلم الموثيقي التي تم عرضها فيه من شباب عندما نشاهد في اليوتيوب هو أعلى مشاهدة تراثنا الملغوم وأنا كنت شخصيا بصراحة توقع أنه سيفشل يمكن هذا مع تزايد يعني الوعي بهذه الأسل لو بالتراث وهو الملغوم اللي بتحاول أنها تخليف حقها الأغاني في الأنشيد وأنا نردده من دون وعي طيب عمر ما ممكن أبرز صعوبة من خلال مراحل إنتاج الفيلم يعني أكثر مرحلة أنت بتحس أنها صعبة هي المرحلة اللي أصدع فيها النوم عندما نقوم بمنتاج الفيلم يعني عندما أحاول أن أنام يعني من يعمل في المنتاج يعرف ماذا أكثر يعني أنا أنام وأنا أقطع وأنا يعني أنتقل بالصورة وأجمع الصوت وأعرض الوثيقة في تلك الفترة ممكن تمر من 4 إلى 5 أيام لا أصدع فيها النوم فعلا بسبب يعني ضغط العمل وإلى أن أنتهي عندما أقوم برندرة الفيلم ورفعه للزميل هارون يعني في هذه المرحلة يعني أكون أكون ضمانيت أنا كمان أود أن أقول شيئا يعني كل من يشتغل في الفيلم الوثائقية يعني يشعر بأنه هناك ضغط يمارس عليه أو أنه أول وقت بالأصح ليس ملك الله أنا يعني أحيي وأشكر زوجتي وأولادي على كل الذي قدمه من أجلي أنه خلال هذا الفترة كلها صابرين علي يعني أنا أكون بينهم لكنني لست معهم مشغول بأفلامي الوثائقية أشكر زوجتي من هنا أشكر كل من وقف بجنبي من الأهل والأقارب والأصدقاء تحية لهم جميعاً تحية لمن يعمل على نقل الحقيقة ويصالها للمشاهد تحية لمن يقوم بدعم الصحفيين وبدعم إيصال الحقيقة وتوعية المجتمع عمر إيش يكون شعورك أول من أن عرض الفيلم تبعك ومن تحب أكثر حد يشاهده يعني تتمنى أنه بسخة شاهدة يعني كل فيلم له شخص أتمنى أن يصل إليه لا أتكلم عن شخص كفرد وإنما هي مجموعة فأنا في هذا الفيلم كان هدفي أنه توصل المعلومة أو الحقيقة إلى الفعلة الفلانية أو الطرف ما من الجمهور الإيماني وأنا أستاذ الجمهوري الإيماني بشكل عام لكن أريد في هذا الفيلم إيصالها لهذا النوع مثل ما كان مثلاً في الترة أنا ملغوم كنت أريد الإنسان البسيط لأنه هو الضحية الحقيقي مثل هذا الطقوس التي كانت دخيلة علينا ولا علاقة لنا بها الردود الفعل أكيد تتنوع ربما أحياناً في بعض الأفلام خصوصاً مثلاً التراث الملغوم ما بين مؤيد معارض منتقد مادح كيف تتعامل مع كل هذه الردود هل مثلاً بتحس أن الإنتقاد بيأثر عليك؟ لا أنا بصراحة عندما أنهل الفيلم وأقوم بعرضي أنا فيه قد قلت كل شيء فأي إنتقاد يعني يأتي إلي أنا أنصط إليه أصغي إليه بدقة أخذه على محملة الجد عندما يكون فيها الإنتقاد من أجل شيء يتعلق بالنص أو بالمعلومة أو بالضريقة المنتاج أو الإخراج أما أنه إنتقاد بس يعني كموضوع شخصي أو كضرف يعني بيكون مناهض لرواية الفيلم فيعني هي ردة فعلاتها بنا فقط أمار رسالة أخيرة حابب أنك توقيها لإدارة القناة وطاقم العمل تبعك والمشاهدين كمان ضاقم العمل أنا أشكر كل من يعمل معي يعني تحية للزملاء العزاء عيبان ياسين حسام الفقيه جواهر محمد الدكتور مانع السعيدي وغير من الأسماء التي يعني حفاظنا على سلامتهم لا نقوم بالتحدث عنهم كذلك التحية لخلوط خالد العلاء الفردي لكل من عمل معنا لكل التحية كذلك للدكتور اسيمة القرشي لأسامة الصالحي الزميل علي الفقيه وكل من يعمل على الدعم وتقديم أفضل ما لدى وحدة الوثائقية من أعمال من أجل الارتقاء بالعمل الوثائقي في اليمن نعم نحن كمان بنشكرهم على ذلك وهل من رسالة توجه إليهم؟ لا شكرا جزيلا شكرا جزيلا لك عمر العمقي الصحفي وصانع الأفلام الوثاقية نشكرك على تواجدك معنا كنا سعداء وجودك شكرا جزيلا